السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاحتكم جميعا وبسيطة جدا أنا معاكم النهاردة على ستات دوت كوم سعيدة وبشهور جدا أستاذ جمال عبد العظيم أستاذ هوايدة سعيدة جدا بكل اللي أنا تعرفت عليهم النهاردة أبدأ معاكم في الحياة الأسرية بالنسبة لوباء مع وباء جاية كورونا طبعا الأسرة هي منبع المجتمع والأسرة بالنسبة لنا دي أهم أمان بالنسبة لنا فلولا الأسرة هوا من مجتمع فنزاي بأن نحاول أكتر يكون في طلبة أسري نرجع نتكلم أكتر وأكتر نبني أكتر نعمل مشاركة مع بعض الدعم لنا مع بعض نعمل إيه نفكر أكتر وإزاي جو الكورونا خلانا نقرب أكتر وأكتر نعرف أكتر بعض كل أب وأمي دلوقتي بكلمهم وحابة قوي أشكر كل أب وأم بيحاولوا إنه هم يساعدوا يبنوا جدران للبيت وإزاي إنه هم يكونوا أسرة وإزاي إنه هم يحاولوا في ظل الجو والأسرة اللي إحنا عايشين فيها الفترة دي نخلي أكتر وأكتر نحاول نسعد بعض نجيب نفكر إزاي نهتم ببعض إيه جو المحبة اللي إحنا نعمله أول حاجة كده نتكلم فيها النهاردة عشان أكتر نكون قريبين لبعض نعمل إيه فأنا حابة أكلم في الأول كده نكون نتكلم مع بعض إزاي نخلق لغة حوار نقول إيه لبعض دي حاجة جدا مهمة إن إزاي يكون الروح بينا وبين بعض نكون متفقين وعلى قد ما نقدر إحنا باختلاف التفكير بتاعنا نكون كمان محترمين فكرة الاختلاف كمان وعلى قد ما نقدر إزاي نكون مع بعض بكل حماس نفكر أكتر إيه نحاول إيه اللي فرحنا على قد ما نقدر زي ما إحنا بنقعد كتير كتير مع بعض في الشغل في أي مكان برا وإزاي على قد ما نقدر نطلع كل حاجة حلوة نكون الأحلى إن إحنا نطلعه مع بعض مع بعض في الأسرة طبعا ودي حاجة إن إحنا نبني عقل وروح مع نفسية سوية طيب ده أصلا نحققه إزاي إن إحنا نبني روح مع بعض يعني في الأول كده نتكلم شوية عن ربنا النبتة اللي ربنا خلقه لنا وكمان أهم حاجة في الدنيا والسعادة الرضا ونكون قناعين بكل حاجة ربنا ده لنا نشجع بعض ونتفائل بكل حاجة وجو كورونا إزاي برضو علمنا أكتر وأكتر إن يعني ككورونا وجو الخوف والقلق وقد إيه كان حاجة جديدة علينا بعد كده فهمنا قد إيه إن إحنا الدعم لبعض وإزاي نحب بعض وقد إيه نخفف أي جوانب سلبية ممكن تقابلنا ودي حاجة جديدة علينا وفجأة كلنا كنا في عز انشغلاتنا وفي كل مكان كل حاجة كنا ماشيين في راتم الحياة الروتيني ففجأة حاسينا إن فيه كورونا يا يعني حاجة جديدة جدا فدي خلتنا قد إيه نطبطب على بعض يعني نحب قد إيه نكون فيه مشاركة في كل حاجة والمشاركة دي إن أنا أشارك في الفرح وأحب الفرح وبرضو أقل من أي جوانب سلبية ممكن الكورونا تخلقها في جو الاختلاف وجو برضو قد إيه يكون نخلص الشغل كله دلوقتي كتير نخلصه في البيت كأونلاين أو نحن نخلص شغلنا من البيت فده هيخلي إن جو البيت قد إيه بقى نفكر نعمل إيه نعمل إيه كإن إحنا نجدد الروح للأسرة من جديد نفكر كده إيه اللي ممكن يخلينا مع بعض نحقق الإيه إن إحنا نخلق السعادة نخلق إن إحنا نفكر إيه للهواية نرجع للأول أكتر نشجع هواياتنا نحمسها نشوف ونكتشف هواياتنا يعني اكتشاف الهواية دي حاجة تخلينا أكتر نكتشف نفسنا من جديد يعني طول ما إحنا عايشين وتول ما فيه روح وتول ما فيه إن إحنا بنحمس كده ونشجع مع بعض إيه هو بقى الهواية بتاعتك إيه هي الهواية بتاعتك طيب لأ الحتة دي حلوة فيك جدا يلا حمسيها ركيزي عليها حاولي تشوفي إيه الجزء اللي ممكن يساعد أكتر أو مين خبرة أو مين الشخصيات الملهمة في الجزء ده يحاول يشجعك أكتر وأكتر مع كمان الدعم وفيه بقى نسمح بالثقة وسمح بالمساحة إن إحنا نخلي مع بعض إيه نبقى ترابط أكتر وأكتر يعني الترابط ده دي حاجة مهمة جدا وده كله بيكون من خلق الإختبار والإختبار هو أكبر إختبار دلوقتي في فترة كورونا إن إحنا على قد ما نقدر إزاي بقى نطبطب وإزاي أكتر وأكتر يعني الإختبار اللي إحنا فيه فجأة كل واحد إيه ده يعني حاجة إن إحنا على قدم كل واحد دلوقتي ممكن بتعرفش الإصابة تيجي إزاي لا اتطمن خالص إحنا مع بعض بالنفسية وبالروح اللي تخلينا إن شاء الله كله هيعدي هي أزمة والأزمة هي فترة صغيرة وهتخلي كل حاجة تعدي طيب دلوقتي إيه رأيكو نتكلم بقى كده على جانب تاني بالنسبة للحياة الأسرية هي اسمها حياة حياة يعني إيه؟ يعني أكتر من حاجة كده مع بعض طيب الحياة دي بقى نجزها إزاي هنعيش إزاي بقى في الحياة الأسرة دي أنا دلوقتي قدامي مكان بيبني بني مع بعض كأسرة أب الأم والعمود طبعا الأب ربنا يحمه لنا وبحب جدا إن أنا أسلم على أجمل أب وأحلى أم في الدنيا ودي بقى اللي خلونا نفكر أكتر إن إحنا مع بعض جبنا يعني مع بعض أهم حاجة الدعم أهم حاجة إن إحنا اشتغل وأهم حاجة برضو التشجيع الجوة قبل برة لإن لما يكون التشجيع اللي جوة كبير هيخلينا أكتر إزاي شبعانين من كل حاجة يخلينا أكتر إن إحنا نكون متلمسين لأي حد إن إحنا لما نلتمس لبعض العذر لما نلتمس لبعض كل الضغط اللي إحنا شوية مرينا بيه كلنا واللي إحنا كلنا شفناه الفترة دي نخلينا نعمل إيه يبقى أول حاجة الأب والأم الأب والأم يعملوا معنا إيه طبعا باتفاقهم وكمان بيكمل إن هم يكونوا متفاهمين جدا إزاي نكون على قد ما كل حاجة بقت مفتوحة وكل حاجة تخلينا قد إيه كل يعني مفيش دلوقتي أي حاجة إحنا عاوزينها تقدر نجيبها ونقدر نفكر فيها ونقدر دلوقتي عالم مفتوحة انفتاحها على كل حاجة طيب يبقى نعمل شوية كنترول شوية كنترول إن إحنا نحاوط أكتر بقى على الأسرة دي نحاوط أكتر عليها إن إحنا نبقى مع بعض نفكر إزاي نخلق جو وكده من المفاجآت إيه أكتر حاجة ممكن أنا أحبها ممكن في الأسرة أعملها تخلي اللي قدامي يتفاجئ بيها يعيش بيها جو ووقته وفترة في حياته تخليه كده إيه كل حاجة حلوة على قد ما النفوات تخلينا إيه ده معقول معقول هنفكر بالشكل ده يعني هو موجهة نظر التفكير هو أصلا دلوقتي أنت تقدر تعيش الحياة دي إزاي بنظر الأب والأم النظرة الفكرة إن إحنا هنعدي إزاي هنبص للأمور دي إزاي كل حاجة حوالينا بنحاول نرتبها المحاولة دي في حد ذاتها نخلقها إن إحنا بنتكتف مع بعض يعني إن أنا أحاول دي كلها فعيز ذاتها كده يقين يقين وثقة بربنا إن كل حاجة مع بعض كل حاجة بالأسرة وكل حاجة هو منبع منبع حب وإحنا إزاي نحب الحب البعض يعني أكتر حاجة نحبها البعض فإن إحنا نختار ونفكر بأكتر حاجة مفاجأة نحبها وبلمسات بسيطة لإن الحياة كتير بتفاجئنا بحاجات كتير مفاجأة وحاجات كتير تخلينا إزاي طب يا ترى صعب قوي إن أنا ممكن أفكر بالشكل ده أو صعب كمان إن الموضوع ده صعب قوي أعمل فيه طيب هتفكر لوحدك لا الأسرة يعني مفيش أمتع من كده ولا فيه جو ولغة حوار وكمان دي تخلينا أكتر تساعد على التركيز أكتر وأكتر يعني يعني فيه دراسة حديثة اتكلمت إزاي بأكتر إن إحنا لما نكون فيه لغة حوار في البيت بتساعد أكتر على كمان تقليل للنسيان والمساعد على ذات التركيز يعني إحنا بنزود تركيزنا بخلق موضوع جديدة بخلق فرص جديدة والفرصة دي إحنا كل ينفو فرصة لأن دلوقتي يعني لما يكون إحنا نفكر بحاجة واحدة يعني دلوقتي إنت لوحدك لأ طبعا إحنا مع بعض فأي حاجة بتمر بيها وبتقابلها هتعديها وتحس كمان إن كل حاجة هتعدي هتعدي إزاي بقى بإحنا بنتكلم مع بعض أي إن كان إيه هو لأن المواضيع كتير جدا فإن أنا أفكر مع غير لأ أفكر مع غير لي أفكر لوحدي طب أفكر لوحدي ليه أكيد هيحصل منها تفكير شوية مش مزوط هيخلينا أكتر الموضوع ده يعني أفكر صح تفكير صح بالإيه بالمشاركة مع بعض يعني إن أنا لما أفكر كده مش لوحدي أحس قد إيه إن إحنا لما أفكر بحد لحس قد إيه إن إحنا باقي الموضوع ده منوصله بطريقة أشيك بطريقة على قد ما نقدر إزاي نخلي فيه نقل قوي الضغوط مع بعض ونخلي أكتر يكون فيه فكرة زيد طيب ليه بقى أكتر حاجة بقى ممكن نعمل فيها كده طيب دي جانب حلو جدا ممكن نفكر فيه وممكن تخلينا نعمل إيه نفكر كده مع بعض كلنا وأحب جدا لو فيه مشاركات معايا أكون مبسوطة لو شاركتوني بيها ودعمتوني جدا بقى أفكار جديدة ممكن نقولها للأسرة المصرية الجميلة بتاعتنا الأسرة اللي تربنا منها وبدأنا في بيها والنوايا اللي احنا طلعنا منها وخلتنا واحدة واحدة إزاي نطلع للمجتمع ونشترك في المجتمع وإزاي نطلع تخلينا نخلينا أكتر وأكتر بالشخصية وإزاي إن احنا كمان نواجه أي حاجة ممكن إن شاء الله مفاجئة ممكن نقابلها طيب إزاي بقى دي ممكن نعملها يلا دلوقتي نتكلم في إزاي إن احنا أصلا نبني الثقة ببعض فإحنا إن احنا نبني الثقة يعني إن احنا من الأول خلقين إن في دلوقتي المجتمع اللي احنا عايشين فيه ما خلينا دلوقتي إيه إحنا نوايا صغيرة في وسط مجتمع جيبي كبير فالنوايا البداية اللي احنا هنبدأ بها نعمل إيه نبني الثقة إيه هي الثقة دي بقى تخلينا نعملها طيب دلوقتي الثقة دي هتدخيل إزاي هتدخيل لما يكون من الأول فيه اختيار فرصة أن أنا أختار أختار دلوقتي شريك حياة يكون من فكر قريب يكون من دعم في اختلاف الحياة العملية واللي خلتنا دلوقتي يكون فيه روح عمل وشغل طيب في عيز كل ده وفي عيز كمل الشغل المرتبطين بي وخلينا بنفكر في الشغل لأ في جزء كده اللي هو جزء الشاي جزء البلكونات جزء إن إحنا مرتبين إيه هو اللي ممكن نعمله إيه هو اللي ممكن مهما كان مفاجئ نشوفه وممكن نمر به دلوقتي ممكن نعمل إيه طيب أنا وثقة فيك وأنا وثقة فيكي وإحنا وثقين في بعض فالثقة دي تخلينا يكون قد إيه حسين بأمان يعني هي الدنيا إيه أمان أنا وثقة فيك وثقة في اللي قدامي بهد الأمان فهعمل كل حاجة وهتكلم بإريحية إن كل حاجة تخليني إيه بعد كده طيب يا طارا ده ممكن أبني بقى إزاي يعني أكيد دي حاجة مش يعني صعبة ومش سهلة هتترتب على إن نفكر يعني إحنا دلوقتي لما نيجي نفكر يعني إحنا هنفكر إزاي طيب دي ممكن نخلصها إزاي نرتبها مع بعض إزاي ده كل ده يعمل إيه يعمل سكة بنساعد إحنا دلوقتي بنساعد يعني المساعدة هتيجي إيه إن أنت مجرد ما بتساعد نفسك هتعرف تساعد اللي جوة أسرتك هتعرف تساعد أي حد تاني وإحنا المساعدة لما تيجي من جوة هنقدر نساعد أي حد بره يعني لما أقدر أساعد نفسي طيب دي حاجة حلوة طبعا اللي أقدر أطبطب على نفسي وأطبطب على اللي مني وحوالي هقدر أساعد أي حد بره طبعا أما إن أنا أبدأ أساعد بره واسيب الحياة اللي جوة لأ دي يعمل لي خلد يعمل لي طبعا تفكك يعمل لي إن أنا إحنا فين طيب طبعا أنا جالي فكرة دلوقتي حلوة قوي ممكن نعملها يعني بجانب التواصل الاجتماعي وبجانب الموبايلات والساعات الجديد الكتير اللي إحنا بنعملها وبنعودها على الأجهزة الإلكترونية طيب نعمل مع بعض جروب أسري بحاجة جديدة نفكر بيها بعض فعزوا كل الانشغالات اللي إحنا شايفينها وفعز كل كل علطو طيب دي حاجة تخلينا جدا نستنى دلوقتي ونتكلم أمل معنا ضفتنا أمل من الجيزة تفضلي أمل يا أهلا بك طيب دلوقتي الخط قطعت إن شاء الله مستنيينك أمل لإنك هتبعت لنا أمل جديد وتخلينا إن شاء الله نفكر مع بعض طيب نرجع تاني ونفكر ونقول إزاي بقى نعملها طيب الأجهزة الإلكترونية دي ممكن نعملها إزاي نعمل جروب جروب أسري يعني دلوقتي لو بصيت على كل موبايلات جروبات العمل وجروبات الشغل وجروبات صداقة أو جروبات لو أنا هاخد كورسات لو أنا بفكر إزاي أطور في حاجة جديدة كبرامج أو أي حاجة أو لغات أو إن أنا هعمل جزء جديد أو الحياة الممكن أنا برضو بحيب جدا جزء التطوع يعني جزء التطوع اللي خلاني شوية اكتشف نفسي أكتر واكتر ودي بحمس أي حد إنه هو على قد ما يقدر يخلي جزء من وقته لأي مساعدة حد لإنك بتخليك قد يتحس إنك إنسان لإنه أولا وأخيرا في عز كل ما إحنا شغالين في أجهزة وشغالين مع آلات وشغالين مع لبتوبات وشغالين مع آلات ما خلينا إن إحنا ننسى إن إحنا إنسان إنسان يعني إيه يعني لا إحنا مع بعض إحنا ربنا قال قال تعالى ونتلميزوا أنفسكم يعني إن إحنا كان بنيان مع بعض بنساعد بعض تي حاجة كويسة جدا فإن أنا أشتغل في جزء التطوع طيب لما أجي أتطوع برا طب أتطوع جوه شوي يعني أتطوع جوه يعني أول ما أعمل أي حاجة أفكر إزاي أعمل برا وأساعد برا لا نشوف إيه جوه ممكن إن إحنا ممكن نعمله دي حاجة حلوة قوي ونشايفها شوية بقينا يعني مفيش اهتمام من الجانب ده أي حد ممكن نعمل حاجة يلا نعملها برا ونعمل برا لا نبدأ بجوه العيلة الجو الأسري اسمه جو أسري حياة يعني حياة نفس روح إزاي بقى كمان نحاول إن إحنا نلم لم شم اللم إزاي بقى نحب اللمة ونحب كمان إن إحنا نجيب نجمع بعض نفكر طبعا ده صعب يعني هي في الأول كده هنبقى مستغربين إيه ده بقالنا فترة مش متعودين على كده ودي حاجة جديدة صح؟ طبعا حاجة جديدة هي مش جديدة على قد ماء الحياة الجديدة اللي إحنا تعايشنا بيها وخدتنا في حتة كده خلينا الأسرة جزء طيب حلو جدا نبدأ بالجزء ده نحاول بقى نفكر كده فيه نبدأ بوقت طيب ما أنا دلوقتي عشان أعمل الأسرة دي وأبني من جديد الأسرة لازم أخصص لها وقت ولا إيه؟ يعني دلوقتي لما أنا حب كده أعمل حاجة مش بفكر هعملها إزاي؟ هعملها تاخد مني قد إيه؟ طيب إزاي بقى أخلي الأسرة دي نبدأ مع بعض فيها ولو إيه نبدأ بإيه؟ بوقتي كده مع بعض صغير؟ سواء بقى في أي وقت كده نكون متجمعين قاعدين نخلي كده الموبايلات في جنب؟ إيه رأيكم؟ يعني الموبايلات دلوقتي هي جزء فرد أساسي معنا طيب دي حاجة لابد منها ودي حاجة جديدة خلتنا قد إيه؟ طبعا نكتشف العالم ونتخلي كل حاجة إن شاء الله جديدة نتعلمها بنلاقيها طيب نخليه بس الأول قبل ما نكتشف الموبايل نكتشف إن فيه أسرة لولاها مش نكون إحنا أصلا موجودين ولا عايشين فجو الأسرة دي هيخلينا إن نواجه أي حاجة ممكن تقابلنا أو ممكن مفاجئة كده نشوفها لا ده فيه سند فيه دعم فيه محبة فيه روح فده كله بنعمله طبعا فده ممكن يتعامل إن إحنا قلنا نخصص وقت طبعا خلاص إحنا متفقين مع بعض إن إحنا نخصص وقت كده ما فيش موبايلات وما فيش أي حاجة فيه إن إحنا نجدد روح الأسرة من جديد نجددها إن إحنا نساعد بعض في أكلة ممكن بنحبها في خروجة خروجة البسيطة ممكن لأقرب الناس نتطمن عليهم طيب إحنا في كورونا وقلنا إحنا دلوقتي فيه على قد ما ما نقدر بنحاول نخلص الشغل فيه تباعد إلى حد ما طيب نتطمن شوية مع بعض وإحنا متجمعين عن ناس اللي حابين يجمع ونتطمن عليهم يعني إحنا كنا الأول جو المشاركات الأسرية والاجتماعية ونتطمن على العيلة طيب دلوقتي صعب قوي مع بعض مش كل واحد لوحده دي تخلينا إيه مترابطين نعرف أكتر كل حاجة أول بأول دي تخلينا نطمن على بعض ما نحسش إن فيه فرق إزاي بقى؟ يعني الفرق ده يبدأ إزاي؟ طبعا إن إحنا ما نكونش بنعمل كده ولا إن إحنا نخصصين إن إحنا نكون فهمين بعض يعني حلو قوي إن إحنا نكون الفهمة كده فيه ناس بيتفهم بعض بالنظرة من كتر قربها فالقرب ده بيجيب جو يخلينا متفهمين أكتر وأكتر خلاص كده متفقين إن هنبني سكة وهنخصص وقت لبعض وده قبل ده وده نجوق نكون إيه؟ جزء روحاني الأول جزء روحاني بتاع ربنا لإن ده اللي يخلينا نكمل أكتر الحياة طب الجزء الروحاني دي حاجة جدا يعني بحب جدا أوجه الشكر لها لقبل عائشة حبيبة قلبي والغالية يعني الكيان بتاعي وأمي الغالية اللي خلتنا إزاي برضو ندعم أي حد برة إن لأ يعني على قدم إحنا ممكن نشوف حاجة زي كده نفكر إزاي نقرب ونشوف فيه جزء مع ربنا يعني الجزء الروحاني ده إحنا الإنسان روح والروح بتتجدد على قد ما أنت قريب وعلى قد ما أنت بتحاول تخلي ربنا يعني الثقة واليقين إن إحنا هنعدي الأزمة دي بإيه بقرب ربنا يعني قرب ربنا يخلينا كمان قريبين إن ربنا اللي خلقنا لبعض فبالفكر دي خلينا أكتر وأكتر إيه إن إحنا نفكر لا يا ربي على قدمة كل حاجة حوالينا ممكن تخلينا تشتتنا تخلينا تبعدنا لا إحنا موجودين بلطفك بينا وبقربك علينا يعني قرب ربنا دي لنا دي حاجة تخلينا قد إيه متطمنين فاهمين إن الدنيا هتكون أحسن وهتكون كل حاجة إن شاء الله واحدة واحدة كل حاجة هتكون أحسن بإيه يا رب بأن أنا على قد ما بقدر أتمنى إن إحنا نكون قريبين من ربنا بنحاول نسعد بعض بأن إحنا نفكر بالجزء ده كويس قوي يعني كان زمان كان جزء إن إحنا نقرأ مع بعض الكرآن دي حاجة كانت أساسي وحاجة كانت يعني كان جزء كده ما ينفعش ما نعملهوش دلوقتي طبعا الفكرة تغير فده نحاول أكتر طيب إيه بنخصص خمس دقايق نخصص شوية نبدأ بربع ساعة نقرأ تاني من جديد ونقرأ تاني إزاي كمان يعني دننا والسنة النبوية وكل الأديان تخلينا كمان على قدم هذه طيب عدوا إزاي كل الأزمات دي خلى إزاي كل يعني هي فترة والفترة دي هي الحياة اللي إحنا بنعيشها يعني الفترة العمر اللي بيخلي الحياة بتجري بينا لا نحاول هو ده هو ده اللي هينفعنا أكتر هو ده اللي يخلينا أكتر نخلي الأسرة موجودة يعني إحنا لما نتكمع مع بعض دي تخلينا خلاص من جديد بنحاول إحنا هي ده الجزء المشترك بتاعنا لأن الحياة كتير بتخلينا نفكر في حاجات كتير لو فكرنا كده يعني في أجزء كتير هو بنفكرها وبنقولها البعض يعني ده جانب حلو جدا يعني دكتور ربنا يحميها لي ويخليها دكتور عظيمة دكتور ياسمين الشافعية دكتور الأسر العيني اللي خلتني شوية برضو أفكر من جديد لما بنتهى دكتورة زينب طلعت وكلمت إن إزاي الدكتورة في عز شغلها وفي عز كل حاجة مجمعها وبدعم زوجها لها مخالية برضو جزء ربنا إن لأ كل حاجة هتتعامل بإن إحنا نفكر نفكر إن الدنيا مش شغل بس ولا الدنيا هو بفكر عقلي بحت لأ خالص في ربنا كهولينا قلب وربنا رب قلوب وبيعملنا بالروح وبيعملنا إن النية دي نيتك اللي بتتحسب عليها طب النية دي مش محتاجة إن أنا غزيها مش محتاجة إن أنا أدعمها طب أنا أغزيها وأدعمها إزاي نبدأ بقى نحاول نفكر من جديد كده ونجدد مصاحفنا ونجدد كل حاجة تخلينا الكتب الجديدة والكتب الجميلة يعني فيه يعني نبدأها كده إيه ممكن أقرب أكتر حاجة تخلينا نقرب بيها وندعم بيها ونحاول أكتر إن نحاول كده يعني مش عاوز أقول نحب ربنا نحبل ربنا يحبنا على قدم ربنا يحبنا هنخلينا إيه كل حاجة لإن كل حاجة الكرآن مش بس جزء كده يخلينا أنا بقرأ أو إن أنا أنا بعمل ده لا ده هو الحياة هو يعني هو النظام هو السيستم اللي إحنا هنمشي عليه طيب ده جزء حلو كتير جدا نخلينا إن إحنا إزاي كمان نرتب الجزء ده ودي في حد ذاتها إيه يعني مبسوطة جدا إن أنا بقول الجانب ده لإن الجانب ده اللي هيخلينا من جديد وابداية إزاي إن في عز الشغل وفي عز إن أنا هتفوق في الجانب بتاعي وفي عز ما إن أنا حابة ممكن أكون أشتغل في حاجة تخليني أشوف نفسي طب إيه رأيكو ده الوقت نكمل الجزء بتاعنا بعد الفاصل مستنياكم مع السلام ورجعنا لكم من جديد ونتكلم أكتر يلا أنا أتحمست كتير معاكم ودي خلينا إن إحنا نكمل موضوعنا بكل تشوق كده يخلينا نفكر أكتر يلا مع بعض نفكر ومستني مشاركتكم الكتير يلا شاركوني وأنا أحب كتير كمان تدعموني بكل أفكاركم طيب ده كله بقى هيجي إزاي يعني بقى إحنا يلا كورونا جات لنا فجأتنا؟ هتفجئين يا كورونا؟ لا طبعا فيه أسرة فيه حصن كده مخلينا يلا إحنا مع بعض طيب نبقى مع بعض بالإيه؟ بالكلمة الحلوة يعني الكلمة الحلوة دي يعني أطيب حاجة ممكن نقدمها وأقل حاجة ممكن نقدمها البعض هي إيه؟ الكلمة الحلوة يعني فيه زرعين يحبهم الله إيه هي؟ زرع الشجر وتيب الأسر إنت هطيب أسرك بإيه؟ بكلمتك الحلوة دي يخلي كل اللي حواليك مبسوطين وحبين كمان حبين جو الأسرة معناها أم لما حب المكان حب أقعد فيه هخاليني أكتر كمان يا إيه؟ نكون موجودين فيه طيب هنكون موجودين إزاي؟ بالكلمة الحلوة دلوقتي خلاص إحنا مش فضين كلنا دلوقتي عاديين ميشي مع بعض في الأسرة بس كل واحد شغال في الشغل بتاعه كل واحد بيفكر أنا ورايا إيه؟ برتب أموري وإيه هو دي حاجات اللي أنا عاوز أعملها طيب طيب بجانب اللي أنا بقى برتب و بعمل إيه رأيكم نرتب مع بعض؟ برضو يعني في جو دلوقتي برامج الزوم وبرامج الميكروسوفت تيمز وحاجات الجديدة اللي خليتنا إزاي نتعلم من عليها نعمل مع بعض برضو يلا فيه ربع ساعة كده وإحنا مع بعض ومنكتشف من جديد نعمل موضوع تاني نفكر يعني دي خلينا برضو يجوي كده جديد وجوي يخلي إزاي إيه ده معقول يكون فيه كده معقول يكون فيه الجو ده وإن إحنا قد إيه ما كناش شايفين الجزء ده يعني فيه حاجات كتير إن العام لازم تشوف كل حاجة حلوة حواليها يعني إحنا نطف فيه كده الحاجة الحلوة مش هنحس بالمتعة ومهما ما روحنا أو استمتعنا وبعدنا أو عملنا لا هنحس إن فيه حتة كده مش متغذية حتة مش مزروعة كده ومهتميين بيها يعني قد إيه يخلي إن مهما ما بعدنا فإحنا بنفكر في بعض كمان يعني ده يخلينا نشجع نجبر ونخلينا كمان في ظل التفوق قوي اللي إحنا بنفكر فيه هي مش أنا عاوزة أخلي إن التفوق حلوة قوي بس ما نخلقش من وراه أزمة إن إحنا لأ يعني مش فاضي آه إحنا مش فاضيين بس نخلق الفضاء نحاول يلا نحب مع بعض الجو ده طيب نعمل إيه؟ إيه رأيكم؟ آه نخلي فيه هدوء آه ما فيش أي دلوقتي نخلي يعني نخلي الاختلافات اللي ممكن بسهولة قوي لو إحنا مش ما فيه ممكن مخلينا إيه؟ مش فيه حاجة كده شغلانة في حاجة بنفكر فيها في حاجة مش عاوز أعملها فأخلق خلافات طيب الخلافات دي يخلي إيه؟ بعض جفة طيب البعد والجفة ده هيعمل حل؟ لأ هنفكر في كل حاجة من بره من جديد فنحاول إن إنت فكرك ده أنا محترماه وإنت فكرك ده أنا محترماه جداً وعشان بنحترم وحنشجع وعشان بنشجع في سكة من البداية فده كلها يخلينا نهدي يخلينا نعيش يعني إن إحنا بنمر بلحظات والحياة والعمر هو لحظات فاللحظات الحلوة اللي هتخلينا نفكر إزاي كده نعملها ودي حاجة كمان بتشجع بيها قوي وعاوز أقولها لصحبتي مي حبيبتي اللي بتفكر جداً هي بتعمل حاجة دي وإن أتعلمت منها الحاجة دي لإن أي حد أنا بحب أتكلم معاك كده الواحد بيتعلم من جديد وكمان بيتعلم جزء حلوة قوي ممكن ما كنتش شايفه بالكلمة فمية أما تقلتلي بتقولي أنا بجيب بلالين نخلق جو بتعمله كده بلالين جديدة مع بعض وإنه يلا نعمل بدون أي حاجة النهاردة يلا نفكر كده إيه ألوان إحنا بنحبها نجيب كل واحد بيحب اللون بتاعه ونحاول بقى نملي البيت بلالين ونخلي كده بحاجات صغيرة أنسب حاجة لبسها دي ممكن نلبسه وإنه ممكن نعمل حاجة صغيرة تخلينا نفكر كده يلا من جديد يلا نبدأ هي بداية هي البداية هتخلينا كل حاجة هتبقى أهدف كل حاجة هتبقى فأي حاجة هتبقى صعبة إحنا هنسهلها إحنا هنخلي إيه الجو ده طيب الجو ده هيبقى حلو قوي آه بمشاركات سعيدة المشاركة السعيدة دي بنحاول على قد ما ممكن يكون فيه تفكير مختلف على قد ما فيه ممكن جو نقاشات تخلينا أن إحنا ده مخليه لا فيه صعوبة فيه ليه لأنه واحد بيفكر بالجزء اللي هو هو ده اللي هيحصل طيب لا هو ده الجزء اللي هيحصل وهو ماشي ده جزء حلو جدا بس وقته يعني ده أساسي جدا مش هيوتر أي علاقة بيننا وبين بعض هيخلينا الحياة هيرتب عليها بعد كده الحياة هيزيد منها يعني الفكر ده ممكن يخلي إيه ممكن يخلي ده هنحمس ويخلي فيه جزء جديد علينا وجزء هيزيدنا هينوبرنا ماشي أنا موافقة جدا خلاص يبقى بالحوار والحوار ده هيخلي إيه هيخلي على قد ما نقدر يكون فيه وقت نجري على البيت نجري على الحصن والروح والمحبة والودة اللي بيننا بس كده مش هخلينا على قد نقدر لا مش هنروح دلوقتي لا مش هو ده مش وقت لا نجي نفكر نعمل حاجة جديدة لا ليه بالعكس ده احنا نعمل الجديد مع بعض نعمل الجديد مع احنا اللي بدأنا مع بعض فكل حاجة هنعملها برا نكون شجعناها ونكون يعني عزناها ونكون خلاص الحاجة دي احنا عاملينها فنقدر نديها نقدر نشارك بيها أنا أحب جدا على قد ما سمعت وتوجهت يعني وشفنا الحاجات دي وشفت الحياة وعلى قد ما كل حاجة دلوقتي بنفكر فيها بتخلينا يعني تخلينا شوية في تشتت لا نطبط بقى نحاول قد ايه في أسرة يعني نفكر يعني ده أبسط حاجة البسطة كلها يعني لازم نرجع من جديد وان شاء الله هنرجع من جديد ونشكر كورونا على قد ما هي خوفتنا منها كتير وعلى قد ما احنا في ظل يعني وباء وأزمة طيب دي حاجة كده نخلينا نخاف ونخلينا كتير في لا دي أمر صعب طيب الصعوبة دي بقى هنصغرها ازاي الصعوبة في ان احنا ازاي نخلي الموضوع ده لا على قد ما بنقدر وعلى قد ما ان احنا بنعمل كل حاجة تقلل من الوباء ده وتخلي المرض ده ان شاء الله على قد ما نقدر ينتهي قريب قوي ونرجع الحياة الطبيعية اللي تخلينا من جديد أسرة مع شغل يعني دي حاجة يعني لما يكون فيه خلاص انتي ايه خليتنا كده نفكر تاني ناخد كده نرجع ورا كده ونفكر ونشوف ايه اللي ممكن لا مش هيصح كده الجزء ده يلا من جديد احنا مع بعض كده طيب مع بعضه ايه وفي حماس مع بعضه والحياة كلها هتيجي بعد كده والحياة الحلوة كلها هنغزيها ونشوف ايه اكتر الرياضات اللي ممكن تخلينا نعملها هي حاجة حلوة قوي قوي يعني اللي بدأ فيها وعملها تخلينا كمان ايه روح يعني هي الرياضة تخلينا اصلا تخفف عننا كل حاجة يا طبعا يعني فظل كل حاجة حوالينا دلوقتي تخلينا ان احنا كل حاجة متوفرة لنا بسهولة جدا اي حاجة نفكر فيها باي توصيل سريع باي اونلاين موجودة فهتخلى ايه لا ما فيش ما فيش حركة والحركة هتجيب كل حاجة وهتجيب تفكير من جديد فالحركة هتيجي بالنشاط هتيجي بايه بالروح الرياضة الرياضة اكتر حاجة ممكن تخلي الانسان يلاقي نفسه بل كل حاجة ممكن انت ممكن عاوز تفكر فيها بشكل احسن هتبقى تيجي لك في الرياضة وهيجي لك الفكر كمان ان انت بتحاول طيب انا ازايك ممكن حل الحاجة دي وتي حاجة صعبة قوي يعني لو في حاجة قدامي ممكن مش لقيلها حل لا انك بتخير مكانك بتقوم بتجدد حاجة جديدة كده هنبدأ بالرياضة قوي طيب نجدد البيت دي كرات البيت نغيره مع بعض بكل حاجة ممكن ازاي على قد منقدر نعيد تدويرها على قد امكانياتنا يعني ربنا يكرمنا كلنا بالقناعة كده وربنا يزيد كل منكان والقناعة دي بكل اللي فقدناه لو كنا ايه القناعة الجزء اللي انا بربنا بديهولي هو ده هو ده اللي اتشجع بيه وهو ده اللي ابدأ بيه يعني لما نكون كده ربنا مدينا يعني علموا اولادكم ايه سباحة ورماية وركوب الخير ممارسة نكون اقل حاجة التمارين الجميلة اللي كنا زمان بنعملها مع بعض وكان المدارس متشجعة بيها جدا في تمارين الصباح بتاعة المدارس يعني بتخلينا ان احنا بنجدد اول حاجة يلا دي تخلينا ايه ها يلا فيه وقت كده مع بعض نخلينا نعمل نشاط جديد تخلي الفرحة ترجع من جديد تخلي فيه ابتسامة جديدة يعني يقدي ايه شعور الابتسامة ده بيخلينا ان احنا اه لا هتعدي لا كل حاجة هترجع وكل حاجة هتكون احلى واجمل بايه بنحنا نخلق جو جزيد والرياضة ده خلاص تبعودوني بإذن الله نحاول نشوف وقت كده ونحاول ان احنا ما نضيعش الجزء الجميل ده اللي يخلينا لا الله هو ده ازاي لو رايه اي حاجة كده لو رايه حاجة مناسبة يعود يفكر لها وازاي يعملها وازاي نقعد يلا هنروح المكان ده امتى مبسوطين فالانبساط ده هيجي ان احنا نبسط نفسنا يلا نبسط نفسنا ونشوف كمان اللي الصحة نهتم بصحتنا واهتم كمان بالياقتنا ونهتم بالتمارين الجميلة اللي ممكن تيجي بأي بأي وصيلة يعني تمارين جميلة على حسب اليوجا على حسب كل حد مهتم بحاجة تخليه من جديد يرتب افكاره من جديد ترتيب الافكار ده حاجة مهمة جدا وبرضو نجي نشكر كورونا من جديد لان خلتنا كل واحد فينا نرتب افكارنا يعني ترتيب الافكار دي خلانا نبدأ من جديد نشوف ايه اولوياتنا لان خلتنا الاولويات دي حاجة اساسية جدا ايه اولوية الانسان اولوية الانسان انه هو بيهتم بايه بالياقته طيب الياقة دي هتخلينا من جديد نشوف كمان ايه هو الحاجة اللي ممكن كل واحد بيحبها ويعملها يعني احنا اه يعني متفقين ان فيه جو جديد ان احنا انا شايفة انا دلوقتي كل ابو وكل ام طيب انا دلوقتي انا عاوز اقول لكم حاجة مهمة قبل ما ننهي البرنامج انا مبسوطة جدا ان انا فكرت ان انا ممكن اتكلم في الموضوع ده معاكم مبسوطة جدا ان احنا فكرنا بجزء جديد وبحاجة جديدة بشكركم كتير وبشكركم على الوقت الجميل اللي انا قضيته معاكم وبشكر كل حد شافني واسمعني وان شاء الله نشكه في وقوقات تانية مع السلامة ومبسوطة كتير مع السلامة اللي قانيا